قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إنه التقد يوم بالرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان في طهران حيث أكد خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات كما ناقشا تطورات المنطقة بما في ذلك العدوان على غزة ولبنان كما أكد الطرفان أهمية استمرار الحوار والتنسيق المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وقالت الخارجية القطرية أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث اليوم في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تطورات المنطقة لسيما في غزة ولبنان إلى جانب استعراض علاقات التعاون بين قطر وإيران وسبل دعمها من جهتها قالت الخارجية الإيرانية أن الوزيرين أكد خلال اللقاء ضرورة وقف الإبادة الجماعية في غزة واعتداءات الكيان الصيوني على لبنان فضلا عن تكثيف التشاور وحشد الإمكانات الإقليمية والدولية لمنع توسيع دائرة عدام الأمن في المنطقة